تبتلع جبهة كبانة شمال اللاذقية المزيد من القتلى والجرحى لميليشيا أسد الطائفية الساعية لإحراز تقدم ولو لعدة أمتار على تلك الجبهة لا سيما وأن الموقع الجغرافي لتلكبانة استراتيجي ومهم لكلا الطرفين كونه يشرف على مناطق شاسعة في جسر الشغور بإدلب وسهل الغاب غرب حماة محاولات متكررة تنفذها بشكل شبهي يومي ميليشيا أسد برفقة قوات الروسية على محورة الكبانة تتولى الفصائل المقاتلة تصدها جميعها وتكبد الميليشيات المهاجمة عشرات القتلى والجرحى والأسرى إضافة لإعطاب وتدمير عدد من آلياتها العسكرية ما دفع الاحتلال الروسي ذات مرة إلى سحب ميليشيات وإحلال أخرى مكانها على اعتبار أنها فشلت فشلا ذريعا بإحراز تقدم جزئيا في المنطقة وبحسب الأخبار الواردة من هناك فإن عدد الغارات الجوية أثناء التمهيد لمجموعات المشاة التابعة لميليشيا أسد فاق 90 طلعة جوية فضلا عن القذائف المدفعية والصاروخية والتي بلغت المئات إلا أن عناصر الميليشيات فشلت بالتقدم وتراجعت لدى مواجهاتها المباشرة مع الفصائل حاملة عددا من جثث قتلاها وجرحاها المعارك المحتدمة هناك أرعبت الكثير من عناصر التسويات الذين يزجوا بهم نظام أسد في ساحات المعارك على الخطوط الأولى ففي آخر إحصائية للعناصر الهاربين والرافضين لذهاب إلى معارك الشمال تتحدث مصادر محلية عن فرار نحو 200 عنصر من فصائل المصالحات غرب دمشق خوفا من القتال والموت على جبهة حماوة لاذقية ترجمة نانسي قنقر